الآن مشاهدين الكرام ننتقل مع حضراتكم إلى مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء نتابع هم جدا الخاصة بالتصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للاقتصاد في ضوء طبعا الأزمة العالمية الكبيرة جدا الموجودة حاليا وخلينا أقول لحضراتكم أننا حاليا كمجلس الوزراء بنعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء الاقتصاديين لعامين قادمين لأن الحقيقة طبعا المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية للأسف من الوارد طبعا أنها تستمر المدة أطول حتى من عام 2023 فلازم أننا نتحوط ونبقى عندنا رؤية واضحة جدا لمصار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين فبالفعل هناك مجموعة عمل والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين المتخصصين من خارج الإطار الحكومي بيضعوا عدد من السيناريوهات النهاردة التي سنقشها بإذن الله مع كل الأجهزة ومع كل الوزرات والبنك المركزي بحيث إن شاء الله يبقى عندنا تصور واضح للعامين القادمين بإذن الله الحقيقة جزء مهم جدا ويمكن اتكلمنا عليه في خلال المؤتمرات الصحفية السابقة وهو بدء الدولة والحكومة في تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بموضوع التروحات ويمكن أنا أعلنت لحضراتكم في الاجتماع السابق إن إحنا حنعلن بعد أو عقب اجتماع مجلس الوزراء الحالي عدد الشركات وبالإسم اللي حتطرح لأول مرة وحيبقى الطرح يئمة من خلال الطرح العام في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وبالتالي الشركات اللي أنا حنعلنها النهاردة هم شركات إما حتطرح في البورصة كطرح عام أو لمستثمر استراتيجي أو إن ممكن الشركة حيبقى جزء منها يطرح لمستثمر استراتيجي وجزء يطرح للبورصة الكلام ده كله بيعتمد بيعتمد على الدراسات اللي بتقوم بيها بنوك للسسمار المتخصصة واللي في النهاية بتنتهي إنها تقول إن الشركة دي ممكن تروح مستثمر استراتيجي وزي ما قلت المرة اللي فاتت المستثمر هنا بيدخل كزيادة راس مال او ان هو بيبقى فيه نسبة استحواز على جزء من الشركة ويدير بهدف ان احنا نطور اداء هذه الشركة ونعظم من الاستفادة منها ومن اصول الدولة في هذا الموضوع او ان احنا بنترح طرح عام في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين لملكية العامة وده بالزبط اللي بيأتي في اطار ما قامت به او عدته وثيقة سياسة الملكية واشارت اليه بالزبط في هذا الموضوع الحقيقة يعني احنا انا قلت ان احنا هنبقى في حدود عشرين شركة ولكن فعليا اللي هنعلنوا على حضراتكم هما اتنين وتلاتين شركة هيتم طرحهم وهنا بأكد على مدار عام كامل بدءا من الربع اللي احنا فيه حتى الربع الاول من اربعة وعشرين يبقى احنا بنتكلم على اتنين وتلاتين شركة هتطرح في سواء للبورصة او لمستثمر استراتيجي او كلاهما على مدار عام كامل بدءا من هذا الربع اللي هو الربع الاول من تلاتة وعشرين حتى الربع نهاية الربع الاول من اربعة وعشرين يعني سنة كاملة باذن الله الحقيقة الاتنين وتلاتين شركة دول بيشملوا تمنتاشر قطاع ونشاط اقتصادي طبقا اللي احنا اتكلمنا فيه في وسيقة سياسة المياكية اسماءهم قدام حضراتكم ودول يعني هننشرهم بصورة يعني كاملة وحتبقى موجودة بيضموا تلات بنوك بنك قاهرة المصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي وده طبعا بيتم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي وبعد كده الحقيقة مجموعة كبيرة من الشركات وكل هذه الشركات هي بتطرح لاول مرة في البورصة او لمستثمر استراتيجي وبتشمل قطاعات مختلفة واللي بأكد عليهم ان هما بيضموا شركتين برضو بيطرحوا لاول مرة تابعين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقوات المسلحة وهما شركة وطنية وشركة صافي ودول موجودين والباقي كلهم النهاردة بيشملوا كل القطاعات المختلفة اللي احنا في وسيقة سياسة الملكية اتكلمنا عليهم سواء سبع قطاعات كنا قلنا ان هما حيبقوا فيه تخارج الدولة حتتخرج منهم بصورة تدريجية في الفترة القادمة او حتى قطاعات الدولة اللي موجودة حاليا حتقلس من وجودهم فيها وفيه كمان قطاعات اضافية اللي احنا كنا بنقوبل حنستمر فيها بلحة كمان حنزيد من استثماراتنا كدولة باعتبارها قطاعات استراتيجية ومع ذلك حنطرح منها عدد من الشركات عشان نوسع سواء من مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة او حتى لمستثمر استراتيجي عشان نتوسع فيه هذه الشركات باذن الله فده طبعا شيء مهم جدا وعايز اتكلم على هنا حاجة اساسية ان عملية الطرح واللي احنا بنستهدفه ان على الاقل لخمسة وعشرين في المية من هذه الشركات ينتهي في اول ست شهور فبالتالي ده شيء مهم جدا ودول بنجهزهم مع بنوك الاستثمار ومع الجهات المتخصصة عشان نستهدف ان هما ننتهي منهم بالكامل في اول ست شهور على الاقل لنا بأتكلم على الاقل خمسة وعشرين في المية من هذا العدد لان الاجراءات الخاصة بطرح اي شركة لاول مرة بتبقى لها اجراءات وخطوات وتوقيتات زملية معروفة جدا لكل المتخصصين والخبراء بعضها بيحتاج ممكن بضعة اشهر بعضهم ممكن يصل الى عام عشان كده احنا حطينا هذا المدى الزمني ولكن احنا كدولة بنؤكد على اتنين وتلاتين شركة ان شاء الله انهم حيتم طرحهم لاول مرة للفترة الجاية في خلال هذا العام مرشح ان احنا نضيف عليهم كمان شركات اخرى وقطعات وكينات اخرى في خلال المدى الزمني نفسه تبقى للانتهاء من اعداد الشركات الاخرى ولكن على الاقل دول اللي بازن الله احنا كدولة مصرية حنكون يعني بنترحهم لاول مرة منهم قطاعات يعني الاول مرة هتنزل زي قطاع التأمين طبعا قطاعات اخرى مختلفة قطاعات القهربة والطاقة موجودة قطاعات البترول قطاعات النقل والتداول للحويات شركات جديدة هتطرح لاول مرة فالحقيقة قطاعات متنوعة الدولة المصرية ان شاء الله هتبدأ انها زي ما التزمنا هتبقى بتعلن وتطرح في التوقيتات المدى الزمني اللي انا اتكلمت عليه وهو العام اللي بازن الله هنكون موجودين فيه دي انا حبيت ان انا طبعا اعرض لحضراتكم هذا الموضوع ودي خطوة بتؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية واللي كان كل المؤسسات وكل ايضا المجتمع هنا جوه مصر بيطالب الدولة المصرية انها تتحرك في هذا الشأن ده الشق الاول الحقيقة اللي انا كنت حابب ان انا اعرضه على حضراتكم واللي بنؤكد عليه في هذا الشأن الجزء الاخر التركيز الشديد والاولوية الكاملة في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة على دعم القطاعين الرئيسيين اللي بيمثلوا يعني يعني زي ما بنقول يعني صلب الاقتصاد المصري وهما قطاع الصناعة والزراعة الحقيقة انا عايز ابدأ بقطاع الزراعة وبالذات في موضوع دعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية الحقيقة احنا كنا يعني فيه تركيز شديد جدا ازاي ان احنا نقلل الفجوة بتاعتنا الفجوة الدولارية من خلال ان احنا نركز على تعظيم صدراتنا وفي نفس الوقت تخفيض الوردات بتاعتنا الجزء كبير من الوردات بتاعتنا طبعا فيه المحاصيل اللي هي بتدخل فيه الاعلاف وايضا فيه زيت الطعام او الزيوت بصفة عام وده نقطة مهمة جدا واللي احنا وجدناه ان احنا طبعا بنستورد الحجم الاجبر جدا من العلف بتاعنا واللي هنا بتكلم على العلف تحديدا فيه الدرة وفول الصوية وبالنسبة للزيوت برضو بيتخفيض تدخل معايا المحاصيل الدرة وفول الصوية وعباد الشمس فالحقيقة يمكن بالتوافق مع معالي وزراء الزراعة والرأي والتموين ان شاء الله حنعلن في خلال ايام قليلة اسعار اللي احنا بنسميها حنأخذ بنظام الزراعة التعقدية وتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية اللي الدولة حتستفيد منها سواء في العلف او فيه انتاج الزيت اللي حنعمله ان احنا حنعمل حنعلن للتلات محاصيل الدرة وفول الصوية وعباد الشمس سعر اللي احنا بنقول عليه سعر ضمان للفلاح هيعلن ولكن الاهم كمان ان وقت التوريد حنرجع للبورصة السلعية وهنطبق ونفعل البورصة السلعية للتلات محاصيل زي اللي سنادي للقطن والحمد الله كان ناجح جدا والفلاحين كلهم قدروا ان يعني محصول القطن بسعر مجزي ومربح ليهم هنطبق نفس الكلام بالزبط للتلات محاصيل دول عشان نشجع الفلاح للتوسع في زراعتهم لان دول بيساعدوا الدولة اولا في تخفيض كمية العلف اللي بنستورده وايضا في انتاج الزيوت باذن الله فده اللي انا بطمن به القطاع الزراعي الدولة يعني لان دول التلات محاصيل دول بيزراعوا كمحاصيل صيفية يمكن عباد الشمس بيتزرع اكتر من مرة على مدار السنة ولكن بالذات الدرة وفول الصوية هنعلن الكلام ده من شهر فبراير يعني في الشخلال هذا الشهر عشان الفلاح وهو هيبدأ يزرع في ابريل يبقى عارف كويس قوي ان شاء الله يبقى السعر مجزي ليه في هذا الشأن ننتقل لموضوع الصناعة الحقيقة وهذا الموضوع يعني شغلنا الشاغل في هذه المرحلة والحقيقة احنا انا حابب ان انا اكد يعني يمكن النهاردة امبارح كنا عندنا يعني لقاء مهم انا حريص دلوقتي على مدومته وهو مع لجنة الخبراء اللي معنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي اللي الحكومة عملته في شهر اكتوبر والحقيقة ممكن انا يعني بنتهز الفرصة وبوجه ليهم كلهم الشكر والتقدير على حرصهم الشديد جدا على يعني المشاركة مع الدولة وبالحقيقة بقراء قيمة جدا جدا واحنا الحقيقة بناخذ بيها في هذه المرحلة علشان فعلا وحنستمر في هذا الشأن وتوافقنا معاهم ان يعني كل مجموعة اجتماعات حتناقش قطاع بعينه بحيث نخرج مع بعض بتوصيات وخطط واضحة ومؤشرات كمية الدولة تبقى كلنا فيه توافق عليها ان احنا نسعى كلنا لتحقيقها في خلال هذه المرحلة الحقيقة الجلسة مبارح كانت معناها بقطاع الصناعة وده يمكن يعني في حرص الدولة ازاي نساعد ونفعل هذا القطاع بصورة كبيرة جدا في دوق الحقيقة الدولة وده اللي انا عايز اقوله احنا اعتبارا على مدار الفترة السابقة خدنا اكتر من اتنين وتلاتين اصلاح تم لزيادة وتحسين تنفسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين يمكن احنا خدنا قرار مهم جيدنا جوا المجلس بمنع فرض اي رسوم جديدة تحت اي مسمى من شأنها انها تؤثر او تزيد من الكلفة لهذا القطاع احنا اعفينا تسعتاشر قطاع صناعي من الضريبة العقرية مش اعفاء احنا قلنا كدولة احنا اللي احنا نتحمل عنهم سداد الضريبة العقرية طبعا حضراتكم عارفين ان احنا اقرنا موضوع تخصيص الاراضي بنزام حق الانتفاع او حتى بنزام التملك وكمان بيبقى بتسدد بالنسبة للتملك على اقصات وسعرنا كل الاراضي الصناعية على مستوى جمهورية بسعر سابت وحتى يعني هذا السعر فقط بيشمل قيمة المرافق شبكات المرافق وليس حتى المرافق السيادية ابتدنا نتوسع في موضوع الرخصة الزهبية زي ما حضراتكم شفتوا وايضا المبادرة اللي اطلقناها بان احنا بندعم الفايدة للقروض اللي هم بياخدوها من البنوك بتبقى فقط بيتحملوا احداشر في المية والدولة تتحمل الباقي الحقيقة يمكن على مدار الفترة السابقة اعتبر من شهر يونيا خدنا كل هزيه يوليو خدنا كل هزيه الاجراءات والقرارات ويمكن اخيرا كان شيء مهم جدا تبقى برضو لطلبات القطاع الصناعي والتحاد الصناعات كانت يمكن احد دايما كانت احد اهم التحديات اللي بتواجههم الحصول على موافقات بعض الجهات وتحديدا يمكن كانت البيئة والحماية المدنية واقرنا شيء مهم جدا ان المكتب الهندسي والاستشاري اللي بيجيبه المصنع عشان يعمل الرسومات هو اللي حيبقى بيقر بالتزامه بالاكواد الخاصة بالحماية الحريق وايضا بالاشتراطات البيئية وبيمضي على هذا الموضوع ان الرسومات بتتوافق بهذا الشأن وبناء على هذا الكلام ما فيش جهاز لا جهاز شؤون البيئة ولا الحماية المدنية هتبقى بتدي اي نوع من الموافقات المسبقة وبالتالي هتبقى المسئولية بالكامل بتنتقل للمصنع نفسه وللمكتب الاستشاري ده حسن يعني تأكيدا لان الدولة بتصق فيهم وبالتالي هو اللي يبقى متعهد انه هيبقى متحمل كل هزيه الاجراءات وده شيء كان مهم جدا ان احنا خدناه بالاضافة طبعا للاجراءات الاخرى اللي احنا خدناها ان احنا هندي مدة زمنية اضافية للمصنعين نتيجة للظروف اللي حالية ان هو يقدر ان هو يطلع الرخص التشغيل ورخص البناء بتاعته الاهم ان بقت تحديد ان هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة اللي بيتقدم فيها المطور او الراجل اللي عايز يعمل مصنع وهي اللي هتبقى معنية باخذ كل الموافقات للجهات الاخرى في فترة زمنية لا تتجاوز ان شاء الله العشرين يوم عمل بازن الله في خلال هذه المرحلة كل هذه الخطوات وغيرها ان شاء الله في خلال المرحلة القادمة هناخدها كل هدفنا ان احنا نزلل اي مصاعب للقطاعين الرئيسيين اللي احنا شايفينهم الصناعة والزراعة ويمكن هتبقى لسه في جلسات اخرى في خلال الفترة الجاية والاهم منها يمكن هنبقى بنتخرج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات لان كل همنا وده يمكن عايز ااكد عليه ان الحكومة النهاردة التركيز الاكبر على خفض الفجوة الدولارية اللي موجودة وده مش هيحصل غير بالجزئين زيادة الصادرات وتقليل الوردات تقليل الوردات مش ان احنا نارجع يعني يبقى فيه خنق على المستلزمات ولا الكلام ده بالعكس ان هو تعميق التصنيع المحلي ويبقى بدل ما كنت باستورد حتى المستلزمات تبقى بتتصنع هنا من خلال المصامع المصرية اللي هتبقى موجودة وده عشان كده هيبقى ان شاء الله منظومة دعم الصادرات هيحصل فيها طفرة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية وبإذن الله نعلنها علشان نحقق الهدف الرئيسي ان احنا فعلا نغلق الفجوة الدولارية بتاعتنا على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية بإذن الله هنعلنها على حضراتكم في خلال الفترة القادمة انا بشكر حضراتكم جدا وشكرا يا فان شكرا تابعنا معكم مشاهدين الكرام وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي يتحدث فيه عن جدية كل مؤسسات الدولة في تنفيذ سياسة الملكية رئيس مجلس الوزراء تحدث أيضا عن الاعلان عن الكثير من الشركات التي سوف يتم طرحها في البورصة في سعي من الدولة للتوسع لمشاركة المصريين في البورصة وكذلك في الملكية العامة بالاضافة أيضا إلى الحديث على أن الدولة ستزيد من استثماراتها في عدد من القطاعات وبشكل خاص هناك اهتمام كبير بقطاعي الزراعة والصناعة رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الاعلان عن الأسعار من أجل تشجيع الفلاح على الزراعات الاستراتيجية بالاضافة أيضا إلى الحديث عن قطاع الصناعة والذي يشهد اهتمام كبير للغاية من مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة هي شغل الشاغل للحكومة المصرية تحدث عن متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي في قطاع الصناعة بشكل خاص التوسع في استخراج الرخصة الذهبية لتشجيع الصناعة عدم فرض أي رسوم جديدة وذلك للتأثير على هذه المشروعات الصناعية وأنه سوف يتم اضافة ووضع مدد زمانية للمصنعين للحصول على رخص التشغيل هذه هي أبرز النقاط التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مطبولي في هذا المؤتمر الصحفي بشأن اهتمام الدولة وجديتها في تنفيذ سياسة الملكية اشتركوا في القناة